خلينا نروح مع حضرتك لليفر بول وتراجع مستوى الريفر بول تشايف ازاي الموضوع ده؟ وهل ده ممكن يخلي صلاح يفكر في رحيل عن ليفر بول؟ هو طبعا الريفر بول السنة دي مستوي غير خالص ده بسبب انه مبدئيا كده مفيش صفقات اتعاملت في المركات والليفات لليفر بول تساعد الفريق وكمان خسروا المهاجم الساديوماني السنغالي ده فرق معهم جامد جدا في اللجوم خصوصا التركيبة اللي كانت في الخط اللجومة بين صلاح وستاديوماني وفرمانيو لأ كانت السلاسة ده كان عاملين حالة هجومية في ليفر بول قوية جدا فجاء السلاسة ده خلاص اتفرق يعني ساديوماني راح فرمانيو مستوى شوية مزبزب فصلاح مستوى كويس ماشي بس برضو الفريق كحالة والدفاع برضو عندهم مشكلة جدا وخط الوسط كان لازم تدعيم جدا في خط الوسط فده فرق جدا التدعمات هي السبب الاساسي في تراجع ليفر بول الموسم ده خلاص فاسا فكانوا مستقنين في المركات وداني بفيت اداماتها اكتر بس هو يرجن كلوب قال مش قدرت الوقتي ان انا دعم دلوقتي حتى مش قدرت دعم هو ليسا بستقبل وقت في الصيف هو كيه بالنسبة لهم الموسم ده كدور انجليز خلاص موضوع شبه محصوم بالنسبة لهم يعني هو بس عندهم دور الابطار ممكن بالتركيز عليها اكتر بالنسبة لدور انجليز خلاص الموضوع محصوم بالنسبة لقصة بقى صلاح لا اعطاك لسا بقدري او ان هو فكرة ان هو كان لسا مجدد معاهم فلسا مش 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 محصومة وكمان فيه ليفر بول احتمال بالنسبة كبيرة يتباع فلسا فيه مستثمرين جداد فلسا الموضوع مش بنسبة لصلاح لا مش واضح يعني واعطاك ان صلاح لو لا مستمر يعني هو لو كان عايز يمشي ما كانش جدد وكان مشي قبل قبل نهاية عقده يعني مانهي تعدو دعا عالي مطايا